أهلا بكم على شاطئ البحر يعيش آلاف النازحين في هذا المكان في مدينة رفح جنوب القطاع يقاسون ظروف إنسانية صعبة وقاسية جدا في ظل هذه الحرب الإسرائيلية المستعرة والمتواصلة وما فاقم معاناة النازحين دخول أجواء الشتاء الباردة الأمطار الغزيرة التي تساقطت عليهم مع ساعات صباح هذا اليوم والرياحة الشديدة التي أيضا اختلعت خيامهم وأمواج البحر العاتية التي زاد مدها فدخلت على هذه الخيام فجرفت الكثير منها ونحن نرصد هذا الواقع في هذا المكان في مواصل مدينة رفح وجدنا هذه العائلة النحال النازحة من مدينة رفح إلى هذا المكان قصرا ورغم كل الظروف الإنسانية إلا أن معاناتها من دخول فصل الشتاء وهذه الأجواء التي نرصدها في هذا المكان صعبة نقترب لنتعرف أكثر على ما عاشته العائلة في ساعات الليل التي مرت بصعوبة عليها في هذا المكان السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أجواء شي تدخلت عليكم في هذا المكان وتنظر أنه بمعاناة حتكون أكبر من اللي كنتوا تعيشوها قبل إيش الوضع كي؟ ليش صار؟ أنا الساعة تنتين ونصف بالضبط وإحنا نايمين هالة الخيم علينا والمعارضة شو زمن تشاير من الساعة تنتين لحتى الساعة هذه ما نمناش وإحنا بندقبق وبنسود أحب بنلملم إغراضنا وبنحط عشقة وبنلملم وإن شاء الله خير هذا أنت زمن تشاير كل أولادنا في العراء وفي الهواء وفي الساقة عدم قاعدين زمن تشاير وما دوم وإيش لنسوي بها آي الدنيا وإيش نعم 8 مرات نجلنا 8 مرات والمرة هذه البحر دخل علينا الساعة 2.30 الليل إيش عملت لما صار الأجواء هاتي؟ أخذت الأطفال نجلتم عشقة وأخذت أنا والمرأ نجلنا الأطفال وأولادنا عشقة أمنناهم ونسلنا نشير في الطحين وفي الإغراض على أنه ما ينتللنش مية لكن الأجواء ما زالت أجواء باردة وريحة زي ما احنا شايفين أنت كيف تعمل الآن؟ أنا قاعد بمكنك بقدقتك يعني في العرش وبمكن فيها ومش قادر يعني المصمار مش لقيه شاكوش دوب دوب جمدوا من الجيران يعني بجيب شاكوش بجيب أكمل مصمار خشبة منها خشبة منها ما عيش ما عيش سوى لها حاج لأني تم المرات أنا نازح لكن لكن هذه الخيمة أو هي أشبه بخيمة يعني شوية نيلون شوية خشب حتحميك من هذا الجو الجو كل ما لما بيشتد إيش بنا نسوي لا مش حمينة بس لكن إيش بنا نسوي أنا اترحنت من بيتي ومش قادر إيش أسوي يعني بدي أسطر حالي يعني بدي أسطر الأطفال تعيني يعني مش مشكلة يعني بس لأسطر الأطفال إنت زم أنت شايف البحر هي كل شوية بقدم علينا إيش بنا نعمل مش قادرين نسينا نبعد عن البحر يعني كيش منطقة آمنة وين ما نروح بنعود نرحل وين ما نيجي مشاكل يعني عندنا مشكلة كبيرة يعني بالنسبة للسكن بالنسبة للاقتصاد للوضع كل الوضع تعبان يعني بما بحكي هل تجاهزين في المكان هذا لفصل الشتاء بالله ما نجاهزين لكن إيش بنسوي وأجانا فصل الشتاء فجأة يعني ما كنات جاهزين روحنا بدنا نشتري شوادر نشتري نيل ولملقناش بطلبوا علينا فلوس كتير ما بيش مصاري بالإضافة لها كمان شحيحة في البلد وين ما تروح عقد بس ثمانية متر انطارت خمسة متر تأخذ مربعة وتسكن فيها وهي مش نافعة يعني مش قادرة لك الوعدة اللي يمشي هذا يعني واضح أنه يعيش هذا الرجل هو وعائلته وعدد من الأطفال في هذا المكان يحاول بكل الأدوات والوسائل الممكنة من أجل أن يتكيف مع هذا الواقع المرير لكن لا يستطيع فمقومات الحياة البدائية لا تتوامل نحن نتحدث عن نيلون وهي قطعة بسيطة لن تقي هذه العائلة هذه الرياح الشديدة والأمطار بعض الأخشاب التي اشتبت الرياح ستختلع وربما تؤدي إلى أضرار في هذه العائلة يعطيك العافية يا أختي أجواء صعبة يعني إحنا بالكاد قادرين نقعد في هذا المكان دقائق معدودة وكيف قادرين تضلكوا عايشين في هذا المكان فيش إنه مكان غير وين الروح كل بيتنا تهدمت فيش إنه مكان مجبورين فيش إنه ولا حاج يقوينا ولا مكان يقوينا فيش إنه مكان خير هذا وانتا شايف هاي الوضع نتفت نتفت ريشة هاي الريح والزوابع والعصار طيار نتوفي فيها إحنا وأطفالنا إيش عملتوا لما دخلت الأمطار عليكم والله إيش قدرنا نسي للأطفال والأغراض المهمات الهواية والأوراب والوساق وطلعنا عند الجراء دخلت الأوسط كل مية ناو وصلت والله مجربي وتخش عند الخير المطر والبحر كبر علينا إيش بتعمل إنتوا شايفكم أغراض والله قاعدين هنا بندوق قدرنا مكان نقعد فيه من الرياح والأمطار بنقام من البندوق دقاش بدننسى وفيش مكان يقوينا طبعا هذا إضافة لمعاناتك وفي الحصول على الأكل والشرف في هذا المكان والله يا دوق قاعدين بنحص اللق الخبزة بش الواحد ما ضلش معاه ما صار كيف كيف راح تقدر تحمل الأطفال وأطفالك وأولادك من هذا الجو في هذا الوضع وفيش ما عندكم مقومات يعني لا في أواعي ولا في حاجة نجد نطلب من هنا ومن هنا ونطلب مساعدات ماذا ننشوه بعين الله عند الجيران هاينا جبنا خيم عشان تقويهم من السجعة ومن شدة البرد ايش تتمني يختي في هذا الظروف الصعبة ايش بالله من يتمنى من أولاد الحلال يجيبونا خيم يجيبونا ريشة يجيبونا حاجة عشان بالرأي وكل اللي بيشوفونا عشان نقوم من نوق أطفال من شدة البرد أردنا يصرجها علينا أكيد الأمنيات كثيرة لهؤلاء النازحين لكن الأصعب في هذا المكان وهذه الضروف الصعبة هم هؤلاء الأطفال الذين سيعجون شتاء قارس شتاء صعب ينتظر هذه العائلات الفلسطينية النازحة في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع في كل مناطق المواصي من رفح حتى وسط القطاع ينتظر النازحون هذا الشتاء بأصعب الظروف الممكنة وأقساها الرياح الشديدة الأمطار أمواج البحر التي ستدخل قيامهم وستجعل من حياتهم في وضع أصعب مما كانت عليه سابقا هذه الظروف ستتفاقم إن لم تتوقف هذه الحرب الإسرائيلية وتضع أوزارها هذه الحرب ما زالت تلقي بتداعياتها الخطيرة على واقع النازحين في فصل الصيف والآن سيدخلون فصل الشتاء وهم يفتقدون لأدنى المقومات الإنسانية والحياتية ما ينذر بأوضاع كارثية جدا من مواسي مدينة رفح من أقصى جنوب القطاع لقناة الجزيرة مباشرة جمال عدوان